دكتور نازيه تعان موجود معنا اليوم اختصاصي جراحة عظم ومفاصل نحكي عن ترقق العظم أهلا وسهلا فيك دكتور تانكيو كاتيا لأليك وتانكيو للأم تيفي على هالاستضافة وعلى هالحلقة الفعلا هي شيقة وبتعني كتير يعني كتير ناس مصابين بهذا الشيء ترقق العظم شو هو بالتحديد يعني عن شو عم نحكي نحن نعرف أكيد أن العظم مثل أي نسيج بالجسم هو بيعمل يعني في عظم بيختفي في عظم بيطلع محله بجدد حال وعملية تجديد فشو بيصير وقت ترقق العظم وقت يصير فيه نحن أنه الخلايا ما عم تتجدد نفس الكمية اللي عم بتروح منا بيصير فيه أن ما يعرف بما يسمى بترقق العظم فإذا بيضعف هالعظم؟ مظبوط بيضعف العظم مع الوقت بيصير قوة الانتاج أخف يعني قوة الانتاج العظم أخف من أن العظم اللي عم بيروح منا من الجسام فمع الوقت بتختفي المادة العظمية وبيصير أن ما يعرف بما يسمى بترقق العظم يعني شيء كتير فاموس ومعروف كتير وخاصة باللاحظة عند قبار السن وعند السيدات بتعرف أنت بعض المنقبوز هل في طريقة لتفادي ترقق العظم؟ أكيد شو الوقاية؟ الوقاية التي ترقق العظم هو أهم شغلة أنه يكون تغزين طبع نظام غذائي صحيح هذا أهم شغلة لأنه نحن وقتا نكون نحن عم نكبر يعني الولد وقتا يكبر قد ما يخزن عظم بهذه الفترة يعني قبل سنة الثلاثين هذه بتبقى معه مدى الحياة فبهذه الفترة نحن الاهتمام بهذه الفترة أنه قد ما فيه نهتم بالولد بطريقة تغزية صحيحة أنه تعرف يأكل مشتقات الحليب ومشتقاته البروتينيات هذه الأشياء فهذه الأشياء بتنمي عنده كتلة عظمية كبيرة فهذه الألان كتير مع الوقت بيحتفظ فيها لفوق الثلاثين تمام ببلش أن نقوة الإنتاج تخف وبالتالي نحن عم نعطيه وقت أكبر بكتير أنه يبقى عظمه قوي ويبقى عظمه كتير منيح أكيد ممارسة الرياضة هي من أهم الأصص نحن الممكن نعملها تنعمل بقاية أكيد إذا نشغل ألكول نخفف قدمة فينا دخان أكيد في عنا عند النساء العوامل الأرمونية خصوصا بوست مونيبوز يعني هذي سبب كتير وجيه لإصابة النساء بالعظم خصوصا بعد ما يوقف عندهم لغاق المونسريال بعد توقف العادة الشهرية شو المفروضين عمل؟ بعد توقف العادة الشهرية كويقاية أهم شيء لازم نبدأ بصورة للعظم وتنتبهي المدام هنا على الغيزة طبعة يعني تأكل الغيزة مضبوط الشيء فيها كالسيون فيها فيتمن دي تتعرض للشمس فترات طويلة كمان أدمى فينا أنه تعملوا سبور لأنه سبور المشي خصوصا المشي والركض يعني هول كتير بيساعدوا على لأنهني بيعملوا وقتا يعمل برشير على العظم بيصير فيه أن تصنيع العظم الخلايا اللي بتصنيع العظم بيصير مور أكتف من الخلايا اللي بتدوب العظم بهذه المرحلة هون عم شوف كيف بيضعف تضعف البنية يعني العظم نعم عم نشوف كيف نراحل ضعف العظم لكن أول شي بأول صورة هو نور ملبون يعني العظم كتير مني إذا بلاحظ أن المادة البيضة اللي هي الكالسيوم أو الماينر الماينر اللي تشو بقلب العظم أكتر بكتير من الثاني وقتا نبالش بالأستيوبينيا بتخف المادة على الأستيوبيروزيس إذا بلاحظ بالصورة الثالثة هون بلش يخاف على السيفير أستيوبيروزيس تقريبا اختفى الأبيض يعني صار كله ما بقى فيه مادة كلسية بقلب العظم أو مادة معدنية بيسموها يعني باللغة هيدو على الصورة ببينه بوضوح لا هل ما بنعمل هل الأخيد أنسجي مأخودي نعم بس عم نقول أنه لازم يكون في فحص لترق العظم نعم 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 الشيء اسمه الأستيوبيروزيس صورة ترق العظم يعني بيوضوح بيبين شو الوضع أكيد بيبين في نحن نامبر بناخد رقم نامبر الأستيوبيروزيس هي مبنية على رقم بنقاس بهذا رقم كسافة العظم حسب الرقم الكسافة العظم وبنعرف هو شو الجريد إذا نورم البون إذا أستيوبينيا وهو بفحص بسيط هو فحص بسيط كثير مثل كانت عم تعملي إكس راي يعني كثير مش أنه فحص أينفيزيف أو بيوجع المريض أو بيذعج المريض أو شي كثير إيزي وكثير هاي هون عم نشوف المضعفات هون عم نشوف أحدى مضعفات ترق العظم والتي هي كسر أو إصابة بفقرة الظهر إذا بتلاحظي هون لك الفرق بين بالأنسجة بين الفقرة المليحة والفقرة المنصابة بالترق كيف المادة كليا تقيبا العظم اختفى وبدأ كله يتحول على الأنسج الكولوجين يعني أكتر هون إذا بدك عم نشوف نحن هون كيف مثلا شو ممكن ترق العظم شو ممكن يعمل وشو الإشياء الممكن سبب أكتر ترق العظم مثلا إذا عنا إصابات إذا عنا ريماتويد أغتريتس إذا نشغل قبل نشغل كتير ألكول ندخن كتير ما بمارسة رياضة في أكيد فاكتر جينيتيك إذا حدا منصاب بالعائلة بالفاميلي عنده أوسيوبروز أكيد هذا بزيد وهنا لازم المدام أو السيدي خصوصا السيدات نحن لازم تلجأ أنه تنتبه على حالة في عوامل جينية أو بيراثية أكيد في عوامل جينية أو بيراثية مثل أي شيء والعوامل حتى الجينية بيراثية مثبتة أي حدا هلأ ترأو العظم تعرفي أنت بيصير عند الناس أكتر من الناس المدام اللي بينكسروا مثلا السيدة اللي بينكسر أمه أكتر بكتير مثلا تعرض لكذا كسر بالسنة أو كذا فهذا يمكن أكيد أنه فيه كمان غير الفاكتر اللي هي اليومية فيه جينيتيك فاكتر هون السيدات بالبيت أو الأخوة أو العائلة يجب أن ينتبهوا على حالهم ويعملوا سورة ترأو أوسيدون سيتوميتري ده نعرف شو إذا فيه سبب أو شيء إذا تضح أنه فيه ترأو بالعظم شو هي العلاجات اللي بتكون مطروحة هلأ ترأو العظم تعرفي أنت إذا أول شي بنعمل مثل مثل ما أننا نعمل التشخيص بنعمل أوسيدون سيتوميتري سورة ترأو العظم يبين أننا الرأم على هذا الأساس الطبيب بيأغر شوك تشخيص إذا مثل ما أننا أوستيوبينيا أوسيوبروز أو سيفير أوسيوبروز هلأ العلاجات أكيد هي علاجات بالأدوية في أننا معامل من أدوية ترأو العظم بيسموهن البيفوسفونيت يعني أدوية هو البيفوسفونيت هلأ علاج الترأو ممكن يتأخذوا بالأحبوب أو ممكن يخذوا إنجيكشن آي في إنجيكشن هلأ الأحبوب عندهم بس بروبليم واحد ونعوقات بيواجعوا المعدة فيه ناس ما بيقدروا متحملوهن فشناك بننصح لبيردون أن يردون على معدة فاضية يكون على ريق الصبح غالبا مع كبية مية كبيرة وما يتسطح المريض لبعض ساعة ساعة ونصف من أخذ هيدا الدوات ما يجعوا معدته فيه ناس ما بيقدروا حتى دي سبايت الرغم كل هيدا بيضلوا تجعهم مالتون هون بنجرب آي في إنجيكشن اللي بنقدم مرة بالسنة أو فيه تحت الجلد بنجربها كمان ديلي على فاتر ستة شهر عند الزغار بالعمر شو ممكن تكون العوارد يلي بدنا نخاف منها عند الزغار هلأ عند الزغار قليل اللي لقيت الرأي العوارد موجود بس أنه قليل هو أكتر شيء العوارد بيجي وجع أغلب العوارد بيجي وجع بكل أعظام وجع بيقلك مثلا موجوع بكل أعظامي وجع بأعظام إجرية وجع بالظهر أوقات أوقات وجع الرأي كمان هو عارض كتير مهم نحن أنه بيسمونه نحن الترأي العظم نسميه حكم العظم المرض الصامت يعني بيبين بعد ما تكوني أنت وصلتي لمرحلة فعلا أدفانس بيبين الوجع كوني صار بمرحلة متقدمة فمشان هيك أنه كبداية ما بيبين عنها بعد ما يكون صار نسبة العظم تير خفت بيبلش الوجع على العظم أو بتلاقي مثلا فجأة أي وقعة صغيرة ممكن ينكسر الولد فهذا أكيد فيه بروبليم هون يعني داركت للطبيب المعالج أو الحكيم لازم يشك أنه فيه شيء مش طبيعي إذا أي وقعة ينكسر الواحد كدنا عم نشوف بالصورة إنحناء بي كمان بالظهر أو بالسنسة للظهر مضبوط الإنحناء هو واحدة من أهم عوارد ترق والعظم إذا بتشوف مثلا عند الناس الكبار بالسن تكون أنت بتعرفيها قبل مثلا من خمس سنين أنه جالسة بعد خمس سنين بتلاقي أنه كل ظهر نحنى فهذا مصط لي أنه أكيد إصابة بفقرات ترق والعظم الفقرات يعني مع الوقت بينزل حجمهم ثم بتلاقي أنه الفقر إنحناء وحتى الشخص صار طوله أقصر بكتير من قبل وهذا يعني واحدة من عوارد ترق والعظم لما بنقول ترق والعظم بيكون بكل الجسم نفس الشيء أكيد هو وقت يكون ترق والعظم بيكون بكل الجسم بس في محلات معرضة أكتر يعني خصوصا العامد الفقري أن الوريك وأن المعصم هؤلاء أكتر بثلاث مناطق هني معرضين للإصابة وترق والعظم أو نكسر ظهره أو وقعت وأي وقعة صغيرة ونكسر المعصم طبعه سو مش أنهي كاي دي منطقة تعتبر فرجيل بالنسبة لترق والعظم وأي إصابة فيها عند مريض ترق والعظم بتؤدي لكسر يعني هو ترق والعظم ما بيسبب بكسر ولكن بيصير حيالة وقعة ممكن إذا صرت بكتير ستيج متأدمة بمرحلة متأدمة من الترق أكيد ممكن تلاقي حالك فجأة المريض وقعة ونكسر هو ما بيكون الوقعة سبب الكسر بيكون انكسر لأن العظم صار كتير ضعيف سوى انكسر المريض هو وقع مزبوط هذا بيكون بيستيج كتير متأدمي يعني صرنا يعني ما بقى فيه إلا العلاجات والأدوية قدي بترجع من هالدنسيتي نحن لك نحن بالإدوية في عنا نوعين من العلاج في الإدوية بتساعد على إنتاج العظم واللي هي يعني معروفة كتير مثل الفورتون واحد منهم وفي عنا الإدوية اللي بتمنع العظم الموجود يختفي هذا عادة إن إحنا إذا الإدوية إذا ترأى كتير أو بنبلش بالعلاج بنساعد إنه ينتج العظم مثل الفورتون أو شيء أو على فترة شيء سنتين بعد سنتين نجع بنعمل سويتشينج على الإدوية اللي بيحافظوا على كثافة العظم وهون بيلاحظ المريض تغير أكيد بيلاحظ تغير أوجع بتخف بحث أنه بعد فترة أنه بطل الوجع اللي عنده قبل بيخف وجعه كتير لأنه مرة ترأى العظم كتير بيوجع يعني كتير بيعطي وجع خصوصا بالعمل الفقرية بفيق الصبح المريض كتير موجوع مزعوج كل ما ماشي بيلاقي وجع كتير أو بالظهر بالغائبة بالورك شغلة كتير مزعجة بعد فترة أكيد بعد ثلاثة شهور من العبادة العلاج بيلاقي المريض أنه فرع كتير أكيد ونحن مفروض كل سنة بعد أول جرعة نعطله سوق الترأى العظم نعرف نحن كيف أنه عم نتقدم بعدنا محلنا عم نرجع لورا إذا فيه بلان أنه نغير العلاج أو تغير يعني تبروسيد أنه نغير الكسر عند الأشخاص اللي عندهم ترأى العظم كسر عند ترأى العظم يعني عادة علاجه مختلف تماما عن الكسر العادي لأنه لأنه وقت يكون فيه عندنا ترأى عظم إذا مثلا فيه عندنا ما يتكسر بك وعنده ترأى عظم كتير قوي نحن بنخاف وقت نحط بلاك وبراغي أو سياق أو شي ما يلقطوا لأنه ما فيه عظم يلقط عليه أن البرئ أو النايل يلقط على اللي هيدا فهون نحن بنلجأ تغيير كامل للمفصل يعني ما فيه أنه نعمله تثبيت للكسر لأنه ما فيه شي ما حيلقط الكسر سحيعمل فايلر حيعمل كتاوت وحضف شكل عملية اللي بنعمله هو دري نحن نعمل تغيير لكامل المفصل أكيد في عنا مثلا أوقات منستعمل يعني منستعمل مؤويات طلقة البغارية أكتر إذا عندنا مريض ما فيه خيار من التثبيت منستعمل شي بيثبت البغارية بالعظم أكتر نستعمل بون سيمينت نستعملهم كتير بالظهر نستعملهم بكثورة الورك بنحط مع الماتيرييل بون سيمينت نحافظ أنه هيدا البلاك والبغارية أو السيخ يحطينهم محلون يبقوا محلون لحين أنه يعمل العظم بيكون أخذ محلون بس هون شفاء العظم بيأخذ وقت أكتر من العظم أكيد طبيعي شفاء العظم أكيد لأنه أخذي هو عظم مريض يعني تعرف نحن شفاء العظم هو بيصير عبر العظم يعني وقت نحن نعمل عملية لكسر هو عم يجدد حاله هو عم يجدد حاله مش أنه البلايت والبغارية هني اللي عم يجدد الكسر هني عم بيسبتوا تأخذ البوزيشن الصحيحة طبعته والعظم هو اللي عم بيكون حاله تأخذ تأخذهم العظم أكيد إذا في ترقه هون بدلا ما سمتدي نحفظ على العظم الموجود ونحبز أنه الخلايا الموجودة قد ما فيها تربيع عظم نتابع السور شوي لنشوف كمانا المواجهة اللي هذه مثلا إذا بطلاح ذي هذه من إشه اللي أكتر شي بنشاهدها لايك الفقرة مكسورة اللي عليها الفلاش هذه أكيد نتيجة ترقه العظم بتشوفها كتير عند كبار السن عند السيدات خصوصا أنه وجع ظهر كتير قوي نشوف أنه كل الفقرات تقريبا نحن ولكن هون مثلا يعني وقت ذي كسر الفقرة ما في شي يثبتها ونحط لها بغاري هون نعملها تقنية كتير حديثة شيء اسم كيفو بلاستي ونفوت تحت الأشعة وبننفخ فيها البون سيمين هون إذا بتلاحظي كسر البرك على الرايت سايد يعني وشوفي درجة ترقه كتير واضحة عند المريض هيدا أكيد هون الحل أنه نلجأ لك هون كمان في عندك مريض مكسور هيدا أكيد هون الكسر بها المنطقة بيصير نتيجة ترقه العظم يعني بصراح ما بيصير بسبب تاني إلا إذا حادث قوي كتير وانا إذا بتلاحظي هيدا مغير له المفصل للبرك نتيجة تكسر بالبرك وترقه بالعظم ما قدرنا نعمل بلاكو بغاريا فقدر يغيرنا مفصل للبرك يعني حطينا ترتيز 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 هذه جراحة 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 أكيد ترتيز أكيد جراحة كبيرة اي بس هون جراحة على الكسر أجسام ما تتحمل هجراحة هالقدة يعني بقى عمار متقدمة عمار متقدمة مضبوط هو أغلب اللي بيجونا بكسورة البرك يعني عمار متقدمة جدا ما بيتحمل بس أننا قدمنا كتير بالبنج يعني صار في عندك انتين شيء اسمه نيرز بلوك بيبنجوا بس العصب مع ميني سباين يعني تبنيج خفيف سو بيكان بروسيد لأنه انت بهذا الحال ما في أذر ما في شويس ستين ما في حال يعني وقت يكون مريض كبير بالعمر وعنده قصة بالبرك بتعرفي شو واجع كل الوقت وبيعمل مشكلة بالفاميلي وثو ما في بروبليم يعني يشد تريد يعني لا فيك تتركي المريض هيك ولا فيك هذا ثو أنت بان جهنمان يعني يا بتتعمله عملية يعني ما بتضلك كل الوقت بالبيت واجع مستديم وطبعا ثو مثل ما أعزلك هلأ صار فيه أن نحن تقدم كتير بالبنج بنلجع للبنج العصب أو البنج الموضعي وبنعمل العملية بكل سهولية يبقى أن الوقاية كتير مهمة ليكون العظم بعمر متقدم بعد وقدر يكون عم بجدد حالو دكتور نازيه تعان اختصاص الجراحة أيضا مو مفاصل شكرا للمعلومات أنا بتشكرك لأليك وبشكرك الام تي في معنى محطر كريمي اللي عم تضيفنا بشكل دائم وعم توعى للناس وعن جد موضوع كتير شيء وموضوع كتير مهم وفي ناس كتير بيعانوا منه شكرا لكل سيدة المشاهدين وقفى هلأ قمنا شعور متابعة لايف اشتركوا في القناة